موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة الأخبار الأولى من القناة السعودية والبداية بالعناويل موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي موسيقى سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي موسيقى الميليشيات الحوتية تتغيب للمرة الثانية عن اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة موسيقى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومفيو وجرى خلال استقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها حضر استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ابن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير فيما حضره من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساتر فيلد والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل والمبعوث الرئاسي بشأن سوريا جيمس جيفري وعدد من المسؤولين التقى صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آر سعود ولي العهد نائب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المفذولة تجاهها حضر اللقاء صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكية الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكية الأمير خارج بن سلمان بن عبد العزيز سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان فيما حضر من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل والمبعوث الرئاسي بشأن سوريا جيمس جيفري وعدد من المسؤولين قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء منصور السباعي رتبته الجدى وهنأ سمو أمير منطقة الرياض اللواء السباعي على الثقة الكريمة متمنيا له التوفيق والنجاح كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم سفيرة جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد وجرى خلال استقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيني محافظا لحفر الباطن وهن أسموه المحافظ على الثقة الملكية بتعينه حثا على تلمس حاجات الأهالي وبدل الجهد لخدمتهم ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية بالمحافظة والعناية بالشباب وتوفير الأنشطة والبرامج التي تمكنهم من استثمار طاقاتهم من ناحية أخرى دشن أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم بناء مركز هبة لمتلازمة داون أحد مبادرات المهادب لخدمة المجتمع والذي يهدف إلى تطوير وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيل المهني لذوي متلازمة داون وتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاصا فعالين في المجتمع وأكد أمير المنطقة ضرورة اختيار الكوادر المدربة والمتخصصة والاستفادة من الخبرات وعرب سمو عن أمله في أن يكون هذا المركز نموذجا متطورا يخدم هذه الفئة الغالية ونوها بدوري للقطاع الخاص وأهمية عقد الشراكات بينه وبين القطاع الحكومي للاستفادة من إمكانياته في خدمة أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة نوها صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بأسبوع التلاحم الوطني الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة وأكد سمو إثر افتتاحه لأسبوع التلاحم الوطني على دور الفعالية في تعزيز اللحمة الوطنية وشددا على أن الصمودة والشموخة يمثل المواطن السعودي متحابين متآلفين جميعا ملتفين حول القيادة الرشيدة وخلال الحفل شاهد سموه والحضور فيلما تعريفيا عن أهداف المركز ورسالته وأبرز أنشطته بعد ذلك استمع الأمير جلوي بن عبد العزيز والحضور لأوبريت انشادي بعنوان لحمة وطن ثم دشن سمو أمير منطقة نجران أسبوع تلاحم ونبقى في منطقة نجران حيث استقبل سمو أمير المنطقة اليوم فريق دراسة تحقيق الرؤية وجرى خلال اللقاء بحث سمو لتعزيز دور مجالس المنطقة والمكون من ممثلي عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط وبرنامج مشروعات وبيّن سمو أن همت المنطقة وأهاليها ومسؤوليها أعظم وهي قادرة على تذليل العقبات وتجاوز التحديات مهما عظمت أكد الأمير جلوي بن عبد العزيز أن مبادرة تنظيم إصلاح ذات البين بالمنطقة وتحديد المبالغ المدفوعة بشأنها لم تكن مبادرة من إمارة المنطقة بل هي مبادرة من الأهالي وبحث سموه اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى وعضو المجلس الدكتور هادي اليامي قرار المجلس بشأن الحلول الكفيلة بإنهاء المبالغة في الأموال المدفوعة من أجل التنازل في قضايا القتل دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري ببريدا وأشهد أمير المنطقة بالجائزة وأهدافها لتحقيق التفوق والتميز في التحصيل الدراسي ونشر روح التنافس بين الأبناء الطلبة وأكد سموه أن مثل هذه الجوائز تعتبر وسيلة لإيجاد مناخ ثقافي علمي تنافسي ينعكس إيجابا على مستوى التعليم ومخرجاته من جهة الثانية قلد أمير منطقة القصيم في مكتبه بمدينة بريدا اليوم قائد قوة أمر المشاة بالمنطقة العميد ماجد الحميداني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية إلى عميد وهنأ سموه العميد الحميداني وتمني له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه استقبل صاحب السموه الملكي الأمير الدكتور حسان بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم القنصل العام للجمهورية اليمنية الشقيقة بجدة السفير علي العياشي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا وأشهد سمو أمير المنطقة بالعلاقات المتينة بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين كما قلد سمو أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشر رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية إلى رتبة لواء وهنأ سموه اللواء المنتشر متمنيا أن تكون حافزا له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه الرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس اجتماع تحقيق التميز في الآداء الحكومي الذي ناقش أدوار القطاعات الحكومية في المنطقة بتبني آليات عمل تسهم في رفع معدلات رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة والفعالية في التنفيذ المبادرات والمشروعات كما ناقش الاجتماع زيادة مستوى تطبيق الشفافية في مختلف أدوار ومهام واختصاصات ومسؤوليات القطاعات الحكومية وكذلك اعتماد القطاعات الحكومية إجراءات واضحة تؤدي إلى بيئة عمل متميزة استقبل صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جزان أمس مدير جامعة جزان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني واستمع السمو خلال اللقاء لشرح مفصل عن ملتقى القيادات الشابة الذي ستنظمه جامعة جزان وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية التعريف بالملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها عبر الموقع الإلكتروني الذي دشنه سمو أمير المنطقة الأسبوع الماضي ومحاول الجلسات وعدد من البيانات وروابط التسجيل الخاصة بالورش والدورات التدريبية عبر مختلف الوسائل الإعلامية كما قلد سمو نائب أمير منطقة جزان اليوم مدير عام إدارة الدفاع المدني بجزان العميد علي وهاس رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء وأتمنى سموه للواء وهاس المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أمس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعينه محافظا لحفر الباطن وهنأ سمو محافظ حفر الباطن على الثقة الملكية بهذا التعين التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع أمس سفير جمهورية بولندا لدى المملكة يان استاين سيلوف بوري وقدم الدكتور الربيع نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها المركز والتي بلغت 686 مشروعا في 42 دولة حول العالم منها 321 مشروعا في اليمن وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشتركة المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية واصل معرض القصيم للكتاب في نسخة الثانية تقديم برامجه وفعاليات الثقافية والفكرية وذلك بمناقشة أساليب التحول الرقمي مع الاحتفاظ بعراقة الورقي كما أقيمت ندوات لعدد من المختصين في الإعلام الورقي والرقمي حيث خلصت هذه الندوات إلى جملة من الآراء والتوجهات المتخصصة وذلك لمحاولة الجمع بين مهنية الأساليب الماضية وربطها بالحاضر بشكل عصري لمواكبة المتغيرات التقنية انطلقت أعمال البعثة التجارية السعودية الباكستانية في جده والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية التجارية الاقتصادية حيث تجتمع 30 شركة مستوردة من باكستان مع 86 شركة سعودية مصدرة من قطاعي المنتجات الغذائية ومواد البناء لغرض بحث واستكشاف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى باكستان وذلك بتنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد الذين عبروا الجسر خلال إجازة منتصف العام الدراسي الملك بلغوا أكثر من مليون مسافر فيما بلغ المتوسط اليوم لأعداد المسافرين أكثر من 100 ألف شخص وبيّنت المؤسسة أن هذه الإحصائيات لفترة عشرة أيام حيث شهدت أرقاما قياسية من خلال تحقيق ثاني ورابع أعلى رقم في تاريخ الجسر إضافة إلى أعلى رقم لفترة عشرة أيام متتالية بزيادة نحو 11% عن إحصائية نفس الفترة للعام الماضي توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر لهذا اليوم استمرارا لانخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة وحفر الباطن والقيصمة ومكة المكرمة ولمزيد من التفاصيل مشاهد الكرام حول أحوال التقصي التحق بنا هاتفيا الأستاذ عايد البلوي مدير إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مرحبا بك أستاذ عايد إلى هذه النشرة والتوقعات تشير لاستمرار انخفاض درجات الحرارة مع فرصة لهطول الأمطار على المناطق الشمالية كيف تقرأ ذلك؟ أحياكم الله في البداية أسعد الله مساءكم ومساء طاقم العمل وجميع متابعي القناة نعم مزارس الفرصة بهطول أمطار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرطية الفيصومة وحفر الباطن الآن بإذن الله عز وجل نحن بصدر إصدار تقرير عن الحالة القادمة بموجة انخفاض درجات الحرارة بابتداء من يوم الأربعاء القادم إلى السبب ستأثر بها بعض المناطق أستاذ عايد ماذا بخصوص العواصف التلجية التي تضرب بعض الدول هل ستتأثر أجواء المملكة بذلك؟ الحقيقة سوى أتفك أن تكون بسطة نعمة في البداء أن درجات الحرارة المتوقعة من الشيخ الله تعالى يومي الجمعة والسب ستكون فيها درجات الحرارة ثلاث درجات تحت الصفر على السبيب الشمالية الجوك والتبوك والحائل بالنسبة للقصيم ستلامس الصفر بالنسبة لتأثيرها وكثرة الأقاويل حول لم يستقلها أن تشاهد أو تسجل الحقيقة بس للتذكير طريف قبل 10 أيام تقريبا سجلت ناقص 2 عرعر وطريف والقريات سجلت خلال الأعوام الماضية ناقص 6 درجات حائل سجلت ناقص 9 درجات فنحن ما زلنا حول المعدل نعم حول المعدل الطبيعي نعم نعم إلى الآن لازلنا لن يسجل يعني إلى الآن أمر مختلف بالإضافة 14 الأرصاد قبل شهر من خلال إدارة خدمة المناخ أصدر تقرير مفصل لتصل الشتاء وذكر من خلال هذا التقرير أن درجات الحرارة حول المعدل نعم كانت جميع المتابعة يعني التقرير موجود على موقع الهيئة نعم إذن عيد البلوي مدير إدارة التحليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكرا جزيلا لك بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 12 طنا من المساعدات العاجلة لنازحي بني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة واجتمرت المساعدات على الخيام والبطانيات وخزانات المياه استفاد منها قرابة 700 نازح من الذين تعرضت مناطقهم للقصف العشوائي من الميليشيات الحوثية ما نتج عنه سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح هذا وقد وصلت إلى مأرب ست شاحنات إغاثية مقدمة من المركز مخصصة للنازحين من صعدة إلى محافظة مأرب تحمل على متنها 1800 سلة غذائية وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي يقدمها المركز للشعب اليمني والتي بلغت 321 مشروعا تغيب للمرة الثانية وفد ميليشيات الحوثي عن حضور اجتماع اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة برئاسة باتريك كاميرت من جهة أخرى اعترضت قوات الجيش اليمني بدعم قوات التحالف طائرة مسيرة محملة بمواد شديدة الانفجار كانت تستهدف مقر سكن ممثلية الحكومة الشرعية في الدراهمي جنوب الحديدة تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وعرقلتها جهود السلام فللمرة الثانية يتغيب وفد الميليشيات عن الحضور في اجتماع اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة مع الفريق الأممي الميليشيات الحوثية تخلفت عن المشاركة في الوقت الذي يلتزم فيه ممثلي الحكومة الشرعية باتفاق ستوكهولم معلنين رغبتهم وإصرارهم على تطبيق بنود الاتفاق لإحلال السلام والأمن في اليمن وفي ظل هذا التعنت الحوثي تستمر خلقات الميليشيات الانقلابية للهدنة ومماطلتها بعدم تنفيذ محادثات الاتفاق فقد قامت قوات الجيش اليمني وبدعم من التحالف العربي باعتراض طائرة محملة بمواد شديدة الانفجار كانت تستهدف مقر ممثلي الحكومة في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار فيما أعلن وزير الإعلام اليمني أن الطائرة التي استخدمت لتنفيذ الهجوم كانت إيرانية الصنع ليتضح الدور الذي يلعبه نظام طهران في تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة بأكملها ميدانيا كثفت الميليشيات الحوثية عملياتها مستخدمة السلاح الثقيل ضد مواقع متعددة للجيش اليمني في صنعاء والخمسين وخط كيلو ستة عشر علاوة على استهدافها للأحياء السكنية الآمنة وفي محافظة الضالع أحبط الجيش اليمني هجومين عنيفين لميليشيات الانقلابية وجرت عمليات تبادل القصف أدت إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين مسلحا من عناصر الحوثي من جهة أخرى أتلفت البحرية اليمنية عددا من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في طريق الملاحة الدولية في عرض البحر الأحمر وأكدت المصادر أن الألغام حديثة الصنع ومختلفة تابقاتها بما يشكل خطرا على حركة الملاحة البحرية الدولية نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل رابطة العالم الإسلامي تنظم ملتقى في جزر القمر يناقش مبادرات مواجهة التشدد والتطرف أهلا بكم طالب الملتقى العلمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع جامعة جزر القمر تحت رعاية الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بتكثيف مبادرات وبرامج تعزيز الوعي الإسلامي في مواجهة مد التشدد وتطرف كما طالب الملتقى الذي أقيم تحت عنوان الرعيل الأول في الوجدان الإسلامي بتكثيف المؤتمرات والمنتقيات بين علماء الأمة بمختلف مكوناتها لدراسة القضايا المهمة وخلال الملتقى أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيس أن رسالة الرابطة تعتمد إضاحة حقيقة الإسلام ومواجهة التشدد والتطرف والإرهاب وتقديم العون للجميع داعيا لامتثال الروح الإسلامية وشدد الدكتور العيس على وجوب تعزيز وتوحيد دور الأمة الحضاري وتبني المزيد من جسور الوئام والتعاون مع الأمم الأخرى افتتح سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في بيروت مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية عقب توسعة وإعادة تأهيله بالكامل بهبة من المملكة بهبة كريمة من المملكة العربية السعودية شهد لبنان افتتاح مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة في مستشفى المقاصد ببيروت بعد توسيعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث الغرف والمواصفات التقنية والإجهزة الطبية المتطورة عالميا هذا الحدث الطبي الذي تولى افتتاحه سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري شاركت فيه شخصيات رسمية وسياسية ودبماسية وطبية جرى فيه التأكيد على دور المملكة الفعال في خدمة المجتمع الدولي نحن بدأنا نفتتح العي سي يو اللي كانت تقدمت لها المملكة العربية السعودية هيدا مش أول مرة المملكة بتقدم المستشفى المقاصد عدة مرات مسيرة العمل الإنساني للمملكة العربية السعودية والتي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكين الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وضعت المملكة العربية السعودية بين أكبر دول العالم على مستوى تقديم المنح والمساعدات والدرامج الإغاثية سفير المملكة أعلن أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في صدد إعلان تدشين حملة إغاثية عاجلة لإخواتنا المتضررين في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان الهبة السعودية في افتتاح المركز الطبي المتطور في لبنان تؤكد على رسالة المملكة الإنسانية وذلك بتوجيهات من القيادة الحكيمة والرشيدة أحمد عياش تلفزيون المملكة العربية السعودية بيروت قصفت طائرات تابعة للتحالف الدولي موقعاً لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور شرقي سوريا مساء أمس ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار جهود واشنطن للقضاء على تنظيم داعش الارهابي في سوريا رغم بدء انسحاب القوات الأمريكية ترامب وعبر تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أشار إلى بدء عملية الانسحاب لكنه نوه إلى استمرار الضربات ضد ما تبقى من جيوب التنظيم الإرهابي في هذه الأثناء قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن تنظيم داعش يعيش لحظاته الأخيرة في آخر جيب له في سوريا قرب الحدود العراقية حيث تشن القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجماتها على التنظيم دع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الفرنسيين إلى المشاركة في حوار وطني كبير سينطلق يوم غد الرئيس ماكرون أكد أن نتائج هذا الحوار ستسمح بإعادة هيكلة عمر الحكومة والبرلمان وبإعادة هيكلة مواقف بلاده على المستوى الأوروبي والدولي مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل خلال فترة الحوار الوطني على الإجابة عن أهم المحاور الرئيسية السياسية والاقتصادية ودع الرئيس الفرنسي إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرنسيين فيه عربت رئيسة الوزراء تيريزا مي عن خشيتها من احتمال سعي نواب في البرلمان لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس فقط الخروج بدون اتفاق وحذرت مي من عواقب رفض خطتها واتخاذ خطوات غير منظمة بشأن الخروج من الاتحاد وقالت إن بعد متأييد خطتها سيمثل كارثة لبريطانيا داعية النواب لتطبيق نتائج الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016 من جهة يعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين يوم أمس أن الحزب يعتزم التقدم بطلب لصحب الثقة من الحكومة قريبا وقال إنه في حال توليه منصب رئيس الوزراء فإنه سيتفاوض بطريقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الدعوة لإجراء استفتاء ثاني ونقرر أن يصوت البرلمان يوم غد على خطة مي وسط مخاوف من آثار اقتصادية سلبية على بريطانيا في حال مغادرتها دون اتفاق في 29 مارس المقبل أفادت تقارير حقوقية صدرت الأحد بأن مؤسسة أكليد غير الحكومية نشرت تقريرها السنوي عن معدلات الحركات الاحتجاجية في العالم والذي يشير إلى أن إيران هي الأولى على مستوى العالم من حيث معدل نمو الحركات الاحتجاجية في عام 2018 ويشار إلى أن مؤسسة أكليد من المؤسسات التي تعمل في مجال تجميع البيانات حول الاضطرابات السياسية ومناطق النزاعات المسلحة في العالم وقد رصد التقرير أن عدد الوقفات الاحتجاجية في إيران زاد بنسبة 284% عن العام السابق حيث رصدت مؤسسة أكليد 221 احتجاجا في عموم إيران عام 2018 هذا وقد قتل 15 شخصا إثر تحطم طائرة شحن من طراز بوينغ 707 تابع لجيش النظام الإيراني أثناء هبوطها في مطار فتح بأقليم البرزة وكان عدد من وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت أن الطائرة المنكوبة تتابعة لغيرغستان وأكدت المتحدثة باسم مطار رماناس في غيرغستان أن طائرة الشحن التي تحطمت في إيران كانت تقل على متنها 16 راكبا قتل 15 وعصيب واحد بإصابات بليغة ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 323 مليار دولار رغم الحرب التجارية الدائرة بين البلدين وقال المتحدث باسم إدارة الجمالك الصينية لكوي يون إن صادرات الصين إلى دول العالم ككل زادت خلال العام الماضي بأكثر من 9% في حين زادت وارداتها بأكثر من 15% وتوقع أن تحافظ بلاده على موقعه الأول في العالم على صعيد تجارة السلع وكانت المحادثات التجارية التي جرت بين المسؤولين الصينيين والأمريكيين في بكين على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قد حدت من التوترات بين البلدين ووضعت أساسا لمعالجات المخاوف المشتركة بينهما يشار أن هذه المحادثات جرت بعد إعلان الرئيسين الأمريكي والصيني مطلع الشهر الماضي التوصل إلى هدنة تجارية لمدة 90 يوما أعلنت البحرية الإندونيسية العثور على مسجل صوت قمرة قيادة طائرة ركاب تحطمت في بحر جاوى في أكتوبر الماضي وتم العثور عليه في مياه قريبة من موقع الحادث الذي أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متل الطائرة التابعة لشركة ليون إير وكانت المراقبة الجوية قد فقدت الاتصال مع الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 مايكس 8 بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا ختم النشر تذكير بالعناوين خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجي الأمريكي السمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجي الأمريكي الميليشيات الحوتية تتغيم للمرة الثانية عن اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة شكرا على طيب المتابعة دمتم بخير في أمان الله اشتركوا في القناة